فيه حفل موسيقي مشهور جدا بيتعمل في امريكا اسمه كاتاكليزم فيه عميلة اسمها كالي فيه قبل اشتغال الحفل الموسيقي بتلت ساعات وهي وظيفتها تلاقي احد المعلومات اللي بتثبت تورط منظم الحفل الموسيقي ده في جرايم قتل ووجود سفح كمان اسمه صائد الاحلام والشخص اللي بعيتها هنا اسمه فرانك وعمل بتدور على الاوراق وحس ان في حد غريب مرائبها ووصلت للظرف الاحمر اللي فيه الاوراق فتفرح جدا لانها لو كشفت الحقيقة هتكسب فلوس كتير هي مش هممها الناس اللي بتموت هي هممها وبس الفلوس وفجأة السفاح صائد الاحلام هجم عليها وحصرها وخلص عليها بعد ما واقعها في الفخ وخد الظرف اللي بيثبت تورطهم وبكده محدش هيعرف يكشف الحقيقة وبتظهر بنت اسمها بيرس من اكتر الشخصيات فشلا وبقسا في التاريخ حبت واحد وضحك عليها حتى اختها بعيدة عنها من 6 سنين محدش معاها ولا بيهتم بيها ولا بيسأل عليها الا صديقها جيك اللي بيحبها بس هي لأ وبيتفرجوا على فيلم رعب يلاقي الباب خبط فجأة لما يروح يشوف مين يلاقي اي في اخت بيرس رجعت ليها بعد 6 سنين غياب ومعاها حبيبها برينكن وتقول لبيرس انها تعوضها عند كل فترة الغياب بتاعتها وهتاخدها للحفل الموسيقي بتاع الكاتاكليزم وهي اشترت ليهم التذاكر بسعر غالي وتفرح بيرس وتكلم حبيبها الصابق هانتر وتقول له انها رايح الحفلة وعايزة تشوفه هناك هانتر مش مهتم بيها لانه خلاص ضحك عليها وهو معاه بنت تانية دلوقتي بيدحك عليها برضو وهو كده كده رايح الحفلة معاها الليل حل على الكل ووقت مهرجان الموسيقى بتاع الكاتاكليزم جه والناس بالالاف بتروح هناك وحفل الكاتاكليزم يا صديقي بكل بساطة ان الموسيقى والرأس والتدخين وكل حاجة انت عايز تعملها سواء صح او غلط بتعملها لمدة 10 ساعات عادي خالص في الحفل بدون اي رقابة حتى الشرطة ملهاش دعوة لان الحفل ده بينظموا رجال اعمال مهمين جدا في البلد وبيبقى التسكرة بتاعت الحفلة بسعر كبير جدا وصلت بيرس مع كل صحابها للمهرجان وقررت بيرس تفترق عن صحابها وتروح تدور على دايلان الدي جي المشهور بتاع الحفلة دي ودايلان ليه سر مظلم بيقولوا في اي لقاء انه عمل عقد مع الشيطان وبعروحه مقابل القوة والشهرة والنجاح والحياة الابدية الغير قابلة للتوقف بس محدش مصدقه وفاكرينه بيهزر ولا حاجة وبيرس بتدور بالصدفة تقابل دايلان الدي جي المشهور اللي مسمي نفسه خاطف الاحلام وتروح بيرس تعجب بيه ويقول لها انه بسبب انه بيزر بالقناع بتاعه كتير فالناس مش هتتعرف عليه بسهولة خصوصا في وسط الزحمة هنا ويعجب بيها دايلان ويقول لها لو عايز مزاجك يتحسن تعالي غرفتي وهديك حاجة هتنسيك كل الماضي المؤلم بتاعك وفقت بيرس على العرض وفرحت جدا وراحت تقول لكل صحابها انها تروح مع دايلان ولكنهم كلهم يحذروها لانه اكيد هيستغلها زي ما حبيبها الصابق هنطر عمل بس ما تهتمش بيهم بيرس وتقولهم هو انا له كل ما انسى تفكروني انتم مش هتسمحوني ولا هتنسوا ابدا محدش فيكم فهمني وانا بكرهكم كلكم وتمشي وقابلت حبيبها الصابق هنطر بس ما تلاقيهوش لوحده وتلاقي حبيبته الجديدة راي هتتخرج خلاص من الجامعة وهتبقى محامية مشهورة مشت بيرس وحست بالغيرة وتروح غرفة دايلان ويقول لها عشان تشوف الشيطان بتاعي لازم ناخد الحبيتين دول مع بعض وصقت فيه بيرس وهي اخدت الحبوب وهو غفلها وما خدش حاجة حست بيرس باحساس غريب وراحة بس مؤقتة لانها تشوف السفاح صائد الاحلام وهو عمل بيوسوس ليها وبيأمرها تقتل نفسها وتنضم ليه وتلاقي الشيطان لما قلع القناع بيكون وشه زيها بالضبط ولما سمع صحابها صوت صرخة دخلوا غرفة دايلان ولقوا بيرس بدون تحكم خلصت على نفسها وسمعت كلام السفاح الشيطاني مش مصدقين نفسهم ايه اللي حصل ولما يروحوا يكلموا الشرطة تظهر وكيلة اعمال دايلان ورئيسته اسمها جوسفين تقولهم بصوا بقى كل حاجة متصورة بالكاميرات هنا وبيرس انتحرت وانا هعدي للفيديو دا واخليكم تظهروا اكنكم انتم اللي شجعتوها على الانتحار والطهمة تبقى عليكم مش علينا وانا هدي لكل واحد منكم خمسين الف دلار عشان يسكت كتعويد وجسة بيرس انا هاخفيها بطريقتي وتعالوا حفلة بكرة بالليل والفلوس هتكون جاهزة وطردتهم برا الحفلة وهم مش مصدقين نفسهم من اللي حصل بيرس ماتت وكمان مش يعرفوا ياخدوا حقها هما المفروض يحتفلوا هنا مش يحزنوا او يموتوا والتوتر سيطر عليهم ومش عارفين يعملوا ايه ودايلان هو سفاح بيعمل كده في كل حفلاته عادي خالص وبما ان ري محامية فتروح تطمن الكل انها تعمل كل اللي هتقدر عليها عشان تفضح كل المجرمين دول وافتكرت انها نسيت شنتتها جوه وهتروح لوحدها تجيبها لما دخلت ري جوه ما تلاقيش حد موجود خالص والغرفة اللي كانوا فيها مقفولة ولما تبص صوراها تتأكد انها مش لوحدها هنا والسفاح جالها تخاف فتجري منه بسرعة ولكن هو حاصرها خلص عليها وما حدش سمع صراخها بسبب صوت الموسيقى العالي في الحفلة لما رجع جيكي وايفي وبرينكن البيت مش مصدقين اللي حصل لهم بيرس ماتت وحتى مش هيعرفوا يدفنوها ويقول برينكن انهم لازم يصبروا لان ري اللي كانت معهم محامية وهي هتساعدهم واكيد الحق هيرجع لصحابه ولازم نروح الحفلة بكرة نحاول نضغط على جوزفين واكتر واحدة متضايقة هي اختها ايفي لانها صاحبة فكرة الزهاب لمهرجان الكاتاكليزم وفي حياة اختها انتهت ومش هيعرفوا يجيبوا حقها اما بالنسبة الهانتر ولا فرق معاه خالص المهم الخمسين الف دولار وبس يصحى فجأة وهو نايم على حركة جنبه على السرير ويلقي ايده مليانة دم من بيرس وفجأة ظهرت حاجة غريبة وراه وطلع مجرد حلم مش اكتر ومش عارف ايه اللي بيحصل تقعد ايفي تكلم برينكن حبيبها وتقوله انها معها سلاح لو راحوا بكرة للحفلة ومعرفوش يرجعوا حق بيرس بالزوء هيرجعوه بالعافية ده الحل الوحيد للتعامل مع السفاحين الفاسدين المجرمين دول ويصدق على كلامها برينكن وهو حاطت كل اماله على المحامية ري وهو مش عارف انها ميتة خلاص وبالنسبة للسفاح صائد الاحلام دولن فهو حاسس انه خلاص زهق من دور السفاح هو عايز يبقى مجرد دي جي موسيقى وبس هو مش عايز دم هو عايز راحة وبس وبيفكر يروح يكلم مديرته جوزفن انه يبطل قتل بس هو خايف لتفكر تستغنى عنه وتجيب غيره خصوصا ان هي اللي عملته وصنعته كشخص ناجح فراح لجوزفن ويقول لها انت عملت ايه بجثة بيرس فتقوله ما تقلقش فرانك هيتخلص منها ركز انت بس في استعداداتك للحفل الموسيقي بكرة وقناعك وسكنتك بتوع السفاح يمكن نحتاجك في حاجة كمان وانت له زعلان كده على بيرس انت قتلت كتير قبل كده انت تحت سيطرتي انا انا ممكن اغيرك في ثانية انت المهم عندك الفلوس والشهرة وبس وانا حولتك من شخص فقير بينام في الشارع لنجم مشهور الكل بيحبه وبينام في اصور حست ايفي وبرينكن بحركة في البيت غريبة ومش عارفين يناموا هم كمان بسبب الكوابيس زي هنطر بالضبط واكتشفوا ان مصدر الحركة دي هو جيك مش عارف ينام هو كمان بسبب الكوابيس ويقول لهم اكيد الكوابيس دي جاية من بيرس وعايزانا ننتقم لها من المجرمين وبكرة هي ساعة الانتقام الصبح حل وفي احد افخم الاصور عيش الشيطانة جوزفن وجالها فرانك المساعد بتاعها ويقول لها احنا خلاص تخلصنا من جثتين جثة ري المحامية اللي هتمثل علينا خطر وجثة بيرس الضحية ويتفاجئ لما يلاقيها بتقوله انت لازم تدور على موسيقي تاني مكان ضيلا لان المشاعر شكلها رجعت له وجهز نفسك يمكن انت اللي تخلص عليه المشكلة ان فرانك متعاون مع كالي اللي ماتت في الاول وبيرن عليها ما بتردش لانها ميتة اصلا وهو مش عارف وهو عايز يفضح مديرته جوزفن طمعا في الفلوس الزيادة وهو ماشي يلاقي الباب بتقفل عليه ويلاقي الظرف اللحمر اللي المفروض يكون وصل لكاليه وعليه دم وفجأة السفاح جاله وخلص عليه لان دايلان عارف ان جوزفن هتتخلى عنه فقرر هو اللي يتخلى عنهم وينتقم بالليل الحفلة هتبدأ واول الواصلين اللي هيخدوا الخمسين الف دلار هو هانتر وعمال بيدور على حبيبته ري بس ما يلاقيهاش ويرن عليها ما بتردش وسأل عنها الكل ولكنهم ما شافوا هاش وفجأة يلاقي رسالة منها انه لازم يجيلها الجراش فورا ولما راح هناك ما لقاش حاجة وحس بحركة حواليه ولقى عربية غريبة ودم بينقط منها وفجأة السفاح جاله وخلص عليه هو كمان عشان يحصل حبيبته الجديدة ري والسابقة بيرس ومحدش هيسمع حاجة بسبب صوت الموسيقى العالي والسفاح هيكمل مهمته ووصل بيرينكن وايفي وجيك للحفلة وشافتهم ايفي وتقولهم كنت عارفة انكم هتيجوا الفلوس هي اهم حاجة في الحياة هو خمسين الف دلار تعويض مناسب ليكم ولازم يستنوها ساعة بالضبط ويحصلوها على المكتب وهياخدوا الفلوس وقرر الشباب يفترقوا عن بعض يدوروا على المحامية ري وهانتر وهم مش عارفين انهم ماتوا اصلا وراحت ايفي تجاه السلاحة للانتقام من جوزفين لو تطلب الامر يتفاجئ جيك لما يلاقي جوزفين جات له وتقوله على فكرة بيرس ما ماتتش هي لسه حية تعال معايا عشان تشوفها يتصدم جيك ويشرب المقلب ويروح معاها وايفي وصلت لغرفة ضلان وتفتش وتلاقي علامات شيطانية غريبة بتثبت ان ضلان فعلا عمل عقد مع الشيطان وتحس بحركة غريبة حواليها وتلاقي السفاح حاصد الاحلام جالها وضربها وهرب وخد منها السلاح وبرينكين بيدور على المحامية يحس بحركة غريبة حواليه وفجأة السفاح جال وهجم عليه وقتله ويقول ما تقلقش يا برينكين كل صحابك هيحصلوك دلوقتي وفاق جيك بعد ما جوزفين ضربته وتقوله انها تحتاج مساعدته دلوقتي لان السفاح ضلان خرج عن السيطرة وقتل كل رجالتها وهي كانت هتقتله بس فشلت ولما تلف ينتهي سجيك الفرصة ويضربها ويهرب بسرعة وفاقت ايفي بعد ما السفاح مهجم عليها وتحاولت تخرج تدور على صحابها تلاقي الحفلة خلصت والناس كلها مشيت والسفاح حواليها هربت منه وخرجت بره البيت وتلاقي ضلان جالها ويقول لها جوزفين هي اللي قتلت الكل ولازم نهرب من هنا بسرعة وضحك عليها برضو وهددها بالسلاح بتاعها وقابت كمان على جيك قبل ما يهرب ويقول لهم انا مش هقتلكم دلوقتي لاني عندي ضيف تاني مهم هيعمل كده مكاني انا قتلت رجالة جوزفين عشان عرفت انهم هيتخلصوا مني فانا تخلصت منهم الاول وفجأة تيجي جوزفين وتضربه بالنر في رجله وفجأة تانية يظهر سفاح صائد احلام تاني غير ضلان وقتل جيك وهو السفاح ده هو بيرس لسه حية ما ماتتش في وسط صدمة من الكل والقصة بكل بساطة يا صديقي ان ضلان حب بيرس وقبل ما يتخلصوا من جثتها عمل عليها التقوس الشيطانية بتاعته وخل الشيطان يحييها من جديد وهي مليانة بالكراهية والحقد هي اللي قتلت بيرينكين وريي وهانتر لانه خانها وضحك عليها وقتلت جيك لانه حبها بس هي لأ وهتقتل ايفي اختها لانها كل الست سنين دول عمرها ما سألت عليها حتى لما جات تعواضها في حفلة الكاتاكليزم تسببت في موتها ولما تيجي جوزفين تضربها بالنر في راسها تموتها للمرة التانية ما تموتش بيرس لانها اصلا ميتة والشيطان منحها الحياة الابدية زي دولن بالضبط واستغل دولن الفرصة وضرب نر على جوزفين وخلص عليها وراحت بيرس قتلت اختها ايفي بعدما الانتقام عمعينها ودولن كمان تخلص من كل رجال جوزفين وجوزفين نفسها وهيفضل هو السفاح صائد الاحلام ومعاه بيرس المساعد الجديد بتاعه وكل حفلة كاتاكليزم بتتكرر في امريكا اكيد هيبقى فيه ضحايا هيموتوا على ايد السفاحين الشياطين صائدي الاحلام لمزيد من افلام السفاحين هسيب لك قيمة تشغيل لهم في الوصف تحت الفيديو اشتركوا في القناة